وهي وبركاته ديم شركتي في المؤتمر الدولي الاول مدن المستقبل في الجمهورية الجديدة رقمية ومستدامة بتاريخ 27 فبراير 2022 في المركز القومي اللي بحس البناء وكانت كلمتي عن تخطيط المدن الزكاية في عصر ما بعد كوفيد 19 انا اسمع عمر راسليم متخصص في مجال البي اي ام ويعني قلت اسجل الكلمتاني اعملها تاني بحس انها يعني كان الوقت محدد فممكن يكون فيه كلمة كلمة تقلش فاحنا ممكن نسجلها دلوقتي وان شاء الله يعني انا سأل الله ان تكون كثيرة المعاني قليلة المباني وان شاء الله صنعتها من حبة لمن طب ان هو لي ذلك والقادر علينا نبدأ باسم الله ان الاحداثة العظيمة اللي بي مربعها العالم بيكون لها التأثير العظيم على الابتكار والتطوير فالحرب العالمية التانية مثلا نسجأ منها تطور كبير في صناعات الطاقة ويعني رغم الحرب حاجة سيئة وحاجة نتمنى ان ربنا يجنبنا الحروب وحاليا روسيا بتحاصر الكورانيا ويعني نسأل الله ان الامور تتم على الخير محدش يموت يعني وايضا يعني حرب اكتوبر نتج منها الاهتمام الكبير على مستوى العالم كله بالاستدامة والتاقة الشمسية نتيجة ان دول الخليج منع التصدير البترول فبدأوا يحسوا بالمشكلة كوفيد نانتين كان اثر واضح على تطور العالم في حاجة تيرة جدا زي المدنة زكية او اثر في مدنة زكية بس اثر مسلا الناس بدأت تهتم بموضوع الروبوت بحيس ان يقدروا يستعملوها ويكون في تباعد الجرون بقدر توصل لحاجات لاماكن عالية وبعيدة اا انترنت الاشياء الناس بدأت تهتم بها ففي حاجة كتير جدا ما كانانش يعني ما بقولش ان هو اختراحها بس اصبح فيه اهتمام وفيه تطوير كبير جدا فيها كانت في حاجات موجودة بس لا اسعارها ما كانتش مناسبة فلما جاد بقى الجائحة بدأ الناس تهتموا بها المدن اصارت اصلا بصورة صناعية الاولى والتانية في مثلا صناعات موجودة وفي مصانع وفيه مصانع وفيه ناس كتيرها تأصارت جدا وناس كتيرها بدأت تروح للصورة صناعية واصبح فيه زيادة سكانية رهيبة وهجرة الملايين من الريف للمدن اصار كبير وفيه كتاب الحمى والباء ان الحمى والوباء ان المدن تتوارج كثيرا عما كانت عليه في الماضي كانتش يوري على المدن اسنان صورة صناعية مرتعا للعدوى والامراض ولسيامة في لندن ونيورك فلاحظت حاجة غريبة جدا في كوفيد نانتين ناس كتيرها بدأت تهجر المدن وخصوصا في ايطاليا وفرنسا ودول الكتير في العالم مثل دول كان اقصر المدنتين ممكن الواحد اللحظ فيهم الموضوع دوت بدأوا يهجر المدن باريس وروما ويروح على تجول الريف لفرصة ان انت تتعرض لحد مصاب اقلب كتير والمسافات البيانية بين الناس اقلب كتير ادركوا بالفترة بتاعتهم احنا ممكن نحن نحن نكلم فيها حسابيا ورقميا واحصائيا لكن هما في فترتهم وصلوا للقصة دي وبدأوا يبعدوا عن المدن ويعتزلوا الناس ولو جنا نبص على فكرة ان المدن بيقعد حاليا فيها اقصر من سكان العالم وهي مراكز الرئاسية للارشطة القصادية عام 2019 كان حوالي 55% من سكان العالم يقيمونا في المدن والنسبة دي ممكن توصل ل 68% بحلال عام 2050 وفي المنطقة العربية في عام 2019 كانت نسبة سكان المدن ليجمع عدد السكان في المنطقة العربية في المنطقة العربية كانت توصل لسان في الحضر السريع بيجعل المدن اكثر تعرضا للسلسلة من التحديات المتعلقة بالنمو والقدرة التنفسية والاداء وسبل العيش ببقى في ذلك ضغوط محتمل على الخدمات والبنية التحتية المدن اصبحت لا تكون ذكية يعني فيه شرط ضغف لكل الشروط اللي هي خاصة بالمدن الزكية اللي هو شرط انها قادرة على التصدي وتقليل حجم الفيروسات والكوارث ففيه لالا مكاي مديرة مركز تصميم الحضرية والصحة النفسية بتقول ان المدن لن تصبح مستدامة وقادرة على الصمود في وجه الجواح الا اذا سمرت من منظور صحية عام 2014 مصر اطلقت برنامج التخطيط والتصميم الحضري والسراتيجي هو برنامج مشترك بين وزارة الاسكان والمجتمعات الامرانية وزارة النقل وبرنامج الامر المتحدة الامرائي يهدف الى تحسين والهام ممارسات التخطيط الوطنية المتعلقة بالمرونة الحضرية وتخفيف مخاطر تغيير الملخ بالاضافة لتحزيز مشاركة المجتمع المحلي في ممارسات التخطيط على المستوى يتكف طيب عشان نقسم تأثير الكوفيد نيق للكوفيد ناينتين هنقسم لاربع عقسين الكسم الاول على مستوى المبنى والكسم بعد كده على مستوى الحي بعد كده على مستوى المدينة بعد كده على مستوى الشبكة الحضرية طيب بالنسبة لمستوى المباني لازمة كورونا نبهتنا ان فيه مشكلة كبيرة جدا في المباني ان المباني بتاعتنا ممكن تسبب لها في امراض يعني احنا لو عادنا في المباني بتاعنا مدة طويلة ممكن يجلنا امراض لان فيه متلازمة المباني المريضة الاس بي اس طيب سبب المشكلة دي ان احنا معتمرين تماما على التبريد والتدفئة الصناعية ولا جهازة الكهربائية ده نتيجة ايه في التصميم؟ نتيجة ان فيه بعض النا انا مسلا ان قد تشغال في مباني ما كانش يقول لش الباك كل وجهات ازاز الوجهات متفسحش هوا شقوها عامل شكل وشيء جدا ومنظره حلوة قوي لكن هو غير عملي متقدرش نعط فيه طبقه هو يصمم ان المباني يبقى تيجي تنام فيه تقول ليه مش شغال تيجي تنام فيه هو مستوى ده بشري لان نظام الحين المعصرة قائم على قضاء اوقات اطول خارجها عكس بيوت دمين بيت ابي الذي كل خطوة فيه او كل حجر فيه له معنى دي احنا كل نزق مباني متلصة جنب بعض والمهم ان هو ايه يبيع ويخلص طيب لما نجي نبص على ان المباني هيبقى لائك ان انت تعيش فيها تلاقي في ثلاث شروط بسيطة جدا حق لكل انسان التشميس الشمس والتهوية والاضاءة نفيش متوفرين تماما في المباني اللي هي القانونية او الوهد التصريح او البلد تبع الدولة اما البانع شوية فاكيد ما فيهاش شروط خالص ولا المواصفات دي فاحنا محتاجين ان احنا نراجع مواصفات ومعايير هذه الشروط وزاي ان المباني القديمة اللي عملها الفلاح المصري والعامل المصري فيها شروط دي كلها طيب ناخدهم كده شرط شرط عشان نشوف هل الكلام دي سيحيه ولا بنسبة شرط التشميس اللي احز انه منعظم او ضعيف في اغلب المساكن او المباني رغم ان البيت اللي بتدخله الشمس اللي هي دخله الطبيب وعشان نحاق شرط ده لازم تكون واجهة من الواجهات على العالم واجهة في اتجاه الشروق او غروب الشمس ويجب احترام عليه البنات المتقابلة وفقها عدت عليه البنية اقل او سوى عرض الطريق ما ينفعش يكون فيه ابراج وانا ساكن جنبيون فالشمس محجوب عين طول يوم لازم يكون فيه مسافات بحيث ان الشمس يجب تدخل للجار وده اما الحاجات الكتب والفق في الاسم اللي هما وضعت الموضوع ده هتشاء الله افتك ايكي رحط الكتاب في وصف الفيديو اما بالنسبة لشرط التهوية فايضا ضعيفة في نسبة كبيرة من المساكن نتيجة الاعتباد على الدكيف ومشيكة المباني العالية المباني العالية بشان فايف تفشأ بيك لان الضغط والحباب والقصص دي كلها ما بتبقاش التنفذ طبيعي ما بقاش فيه مشاكل زي اي حد بيطلع جبل مثلا فبيبدأ يحسب الاختريق ودولات فيه مباني يعني واحد كيلومتر والدوية التبعية بتحقق بتاوصية فتحات البيت وانتوفر جميع مكونات البيت على زي الفتحات وباضافة لشرط الاضافة هناك نخص في الاضافة التبعية وعليها واجب اضافة الاحترام العلوي توفير بها وخلفي وبالنسبة للمساكن التوفر على الوجهة واحدة واستعمال النافذ الكبيرة ذات الزجاجة من الضغط كوصيل للعزل الطاقي والعزل الصوتي كمان نبهتنا قزمة كورونا ان حجم السكن هو مشكلة حقية فلازم ديه شرط رابع لعساس ان الاسر اللي موجودة في الحاجة الصحية ما تعنيش فيه شرط رابع لشروط السكن اللائق اللي هو المسيحة محاس يجب ان يكون المسكن صراحة عن القضاءة والمدة داخله دون شعور بالازحام والملل وان يكون كافيا لمزاورة التبعية الرياضية والدراسة واللعب بالنسبة لأصفال يعني المبنى اللي ما ينفعش ان احنا نرعب فيه استغماية فده ما بقاش بيت لازم يبقى فيه امكانية ان احنا نرعب فيه ده من حق اي طفل وكان ظهر خلال ازم الكورونا ان مساحة البنات المحدودة هي العائق الاساسي اللي كانت تعمل بكل طاقتها ولذلك كان الحال الوحيد هو تخفيض عدد المستخدمين لها وزيادة عبد المصاعد في المباني المرتفعة بحيس ان احنا ما نضطرش ان نركب اربع خمس ستة في قلب يصنصير اربع خمس ستة في ده المرقم صغير ان نعرف في تعمل منوصل الى عشرين وبناء الدرجة سلم اضافي للسكان نتفادي تلمس مع الاخرين والاكتراب منهم خلال سعود السلم او نزر منهم طيب ده بقى بالنسبة للمبنى لو نروح نبقى المستوى الحي فمعلوم انه في السابقة المدينة بتقسر من هذه التحيق كل حي كان فيه تمسك اجتماعي كان فيهم سلسل كده سوري اسمه باب الحارة عامل منه مش عارف اجزاء كتيرة الاحترال الفرنسيني دي من هو واحتلهم طبعا اخوان نفسه يعني بش بس الفكرة كلها اللي انا عايز اقولها ان فكرة ان انت كل ما كان يبقى لي باب معين والناس تدخل منه وتخرج منه ده يعني بيخلي فيه ترابط ان الناس كلها عارفة بعض والناس كلها انما حاليا انا معارفش حد مسلا في العمرة اللي انا فيها للسنة الجديدة ما عارفش حد مسلا فيها دي كان من المزايا ان احنا نقسم المدينة لاجزاء وحس ان احنا وكل الجزء فيه المرافق الخاصة بيه والخدامات الخاصة بيه وده بيديها نوع من انواع الاستقلالية عن باقي اجزاء المدينة ده ببقاش موجود في المدن الكبرى ده بيساعدنا ان ان احنا نضمن عدم انت شر العدوى وان احنا نقدر تنقر عليها اهلا اللي عملية التنقر بالروسائي اللي ناكل مختلفة يعني لو كل واحد قعد في المنطقة بتاعت مصر الان فتلاقي ان الفيرز هار هنا ما ما انتهيش راشي بشروع عندما لو انا مضطر عشان نخلص كل حاجة وعمل اي حاجة او ده يفعل كل الحاجات تضيع وقت وفلوس وانتقال الفيرزيات وحاجات دي كلها ولازم يكون في تشجيع الماشي والدرجات الهوائية وثال النقل للعين الادمية خلنا نحط الادمية دي طيب على مستوى المدينة احنا لدينا في قزم الكورونا ان اكبر المشاكل هي العشوائيات وكسافة السكنية المرتفعة فلازم احنا نعمل على المحاربة للبناء عشوائي ونحول العشوائي دي لحاجات منظمة ونتحكم في الكسافة من خلال العمل على تعدد مركز المدينة بدلا ان يكون للمدينة مركز واحد ونشر بعض المرافق في اطراف المدينة كالمركبات الرياضية والجماعية واسواك المساحات الكبرى ويجب ان تحل المدينة بالمرونة الحضرية ومضعفة نسبة الاراضي غير المبنية دي مهمة جدا ان احنا يبقى فيه مساحات واسعة غير مبنية ومعملها كمسلا منتزه او ناس تتماشى فيه بس سيتفيدك جدا لحصل اي مشكلة ان انت تقدر اه تحط مسلا المرضى او تعمل المستشفى زي ما حصل في السيد شفنا مسلا مستشفى بتبري بسرعة في مكان بفاضي فده اللي احنا نتكلم فيه فاحنا عايزين نخلي مساحة الارض المبنية بحضو العشوين في المئة في مختلف انحاء المدينة وانت كون عشانكم المناطق الخضراء ومنتزهات وحقول لزراعة الحضرية ده هيساهم كتير جدا في مواجهة كوارسة طبيعية خصوصا الفائدنات وكذلك في جودة الهواء في الفس جارسيا الخبير بالصحة العامة والمحاضر بكولية هارفود للتصميم بيقول ان احتمالات انتشار الاوباء تزداد في المناطق للتفتكر لمرافق الصرف الصحي او الماء نظيفة فاحنا عايزين نعمل مدينة يكون الاساس فيها او الحجر الاساس فيه هو الانسان يعيش فيها السكان ويكون في مشاركة مع المجتمع كبيرة جدا يكون المدن الذكية عشان تكون ذكية لازم يكون فيه تشارك فيه برامج بتبقى خاصة مثلا بكل مدينة لوحدها بيعملوا تصويت هل نعمل المشروع ده ولا لا والناس كلها تقدر تتعاون انها تطبيع الموبايل بيجي لك يقولك اهنا معنا مثلا اربع مشاريع اختار ثلاثة منهم فتدوس تختار ثلاثة مشاريع اللي انت شايف انهم الاهم دلوقتي هل نعمل مسلا مستشفى ولا نعمل مدرسة ولا نعمل جامعة ولا نعمل الطريق دوت ولا ما نعملهوش فتخيل ان انت اللي اخترت ايه المشروع اللي موجودة في بلدك باسلود سهل جدا وبسيط طيب على مستوى الشابكة الحضرية يجب ان تترجع للسياسة الحضرية داخل البلد الواحد عن خيار المدن العملاقة والمدن الكبرى لان صعب التحكم في انتشار الوباء داخلها عكس الكرة والمدن الصغيرة والمتوسطة حتى خيار المدن الكوكبية او تلك التي تنتشر في ضحية المدينة العملاقة المتروبلية هو خيار لا يجد ايضا لنسبة كبيرة من ساكنيها تتنقل يومين المركز الكبير من اجل العمل او الدراسة او التبدأ وبناء عن ذلك فان الحالي الاستراتيجي هو اجعل شابكة الحضرية تنتشر لتغطي اغلب التراب الوطني وبذلك سيكون هناك توزيع ديمغرافي متساوي نسبيا بين المدن داخل مختلف جهات الوطن الواحد وذلك لن يتم الا بتوزيع عادل لفرص الترمية بين جهات الوطن او من خلال منح اوافز وتعملية للمكابلات التي تستثمر خارج الاقطاب الكبرى. على سبيل المثال مدينة وهان اللي ظهر فيها الفيروس ديكت من اكبر مدن كسافة للسكان في اغسطستين. وهذا مدينة نيويورك كانت اقصر مدن تضربة من فارس كورونا المسجد دي من اشد المدن اجتزازا بسكان في الوقت المتحدة. فلازم نهج التصميم الحضري يدمن كل المعلومات اللي بتنتجها الجهزة الالكترونية في نظام المعلومات الاقليمية. ده هيتطلب رقم عنية البلدان البلدان اللي تنتج فيها. من الدروس المهمة اللي عندنا هي الوباء ان عملية تصميم المودرة ودغطتها وتطويرها ستحتاج الاعطاء الاولويات للصحة العامة. وتبني التكنولوجيات الرقمية. لتقديم الرعاية الصحية واستحركها بشكل فعال وشم. احسن المودرة النزاكية هي للناس فتختار انها تحيش فيها. مش عشان هم مشغالين فيها لكن ان هم حابين ان هم يشغل فيها. طيب ازاي نقدر نعمل كده? ان احنا نقدر نستفاد من التكنولوجيات المتقدمة لسيامة تكنولوجيات الصورة صناعية الرابعة. يمكن ان تكافح المودرة نجاحها مثل كوفيد نانتين باستخدام ادوات غير مسبوقة لبناء بنية تحتية ثابتة وقوية لتحقيق القدرة على الصمود. فمثلا تكنولوجيات الذكاء الصناعي. وانترنت الاشياء والبيانات الدخمة والروبوتات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والتباع سلسلة الابعاد والتكنولوجيا الملبوسة. تكنولوجيا الملبوسة اللي هي الاميس المتصل بالنت. الاميس نفسه متصل بالنت. دي بيتوفر لنا ادوات الالزامية لتوفير الطائفة واسعة من الحلول المحتمل لمكافحة الجوائح والتعامل مع اثارها الاجتماعية والاقتصادية. ويمكن ان تكون الحلول الرقمية الزاقية مهمة من خلال تطبيقات الادماجي الحضر. فيمكننا مثلا الهاتف المحمول وخدمات عبر انترنت تضيح لجميع المواطنين الوصول بما في ذلك اقانيا وراحظيا الى بيانات المدينة المسموح السيطماء. ولا تتم جمعان مصادر مختلفة مع معاملات خصية البيانات وحسياتها. كذلك تربط التكنولوجيات الجديدة الناسبة مصادر معلومات وفرص كتلك المتعلقة بالخدمات العامة والتدريب على المهارات والاسواق والزعف والحكور الكرنية. وعلى وعلى ذلك يمكن ان تؤثر زين تكنولوجيا خاصة تكنولوجيا المعلمات والاتصالات الحكم الرشيد. وتعزي التعافيه والمعلمات والمغاطنين وترفع كفاية الخدمات العامة يقضي الى في نهاية المطاف. اللي تحسين كدرة المدن على السمود والسلامة. ركاس واحد استخدام الزكاية الصناعية والبيانات الضخمة في التاب والاشخاص في العديد من البلدان مساهم في التقليل من انتشار العدوى. فمسلا السلوطات 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 الضخمة عشان تجمع بيانات قانية على موقع الاشخاص اللي ظهروا سوق وهان بغرة انتشار الجائحة بقى. وطبعك هتنتوصلها بكل الموبايلات المحمولة. وسنعفر اطلاق التطبيق اسمه تراست توجيزر لحد من انتشار. لانه تتبع الفيروس. ويكون مهزة تطبيق بتبادل اشارات بلوتوس قصيرة البسافة بين الهواتف المحمولة لاكتشاف المستخدمين. الاخرين للتطبيق عندما كنا على المقربة بقعدهم من بعد وتخزن المنات اللي دي جمعت مستخدم في الهواتف المحمولة. اه لمدة تبطح لشرون يوم ووزارة السحزيل بقانية تحديد قامة الاتصال معين شخص مصابت رسل الله وبرسائل تحسلي. وبرضو بالحكومات العربية استخدامت بعض التطبيقات. وبجهزة تطبيق المخالطين القامة على الموقع للدراس للأفراد اللي ثبت تصابات هما الحد من احتكاكهم بالانترنت بين الاخرين. زي مثلا الحسن في الامارات العربية المتحدة واع في البحرين وتباعد وتوكلنا في المماركة العربية السعودية وكايتنا في المغرب واحتراز في قطر. السين وبرطانيا استخدامت قامرات حرية عالية الدكة قامة سماعي مصممة على الزرق انتظارات في مشح الاماكن عن الافراد المحتمل لسواتهم. واستخدامة الروبوتات في السين لتوصيل الاطعمة. الاغرف المرضى واللمزادات التوبية داخل المساشفائية لضبان تفصيل دولة الامس. واستخدامة طائرات بدون طيار على نطاق واسع للرش المعاكمات في الاماكن العامة في اسبانيا وصين واندرس. ولتفصيل البقالة الاماراتيك للحجر الصحي في استراليا. ولتقييد حركة الموطنين في بعض البلد. واستخدامة التكنولوجيا لنظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس باستخدام مخارطة تفاعلية في المانيا وبريطانيا وبولندا وسنفوراسي. وذي سلمنا بأن الاوبية ستصبح جزءا من حياتنا يا رجو هان والتجر من كلية الهندسة المعمارية والمدن بجامعة وستمنتسر. انهم لدرورة ان تكون المدن اكثر قدرة على اتخاذ الاجراءات العجلة لمواجهة الازمات. مثل اقامة مراكز صحية ومساكن موقعتها بسورة ويسر وتخصيص مساحات في المدن لهذا الغرض. الافكار المدينة الزكية الصحية للتناغم مع افكار التنمية المستدامة في كثير من النقاط. مثل الحصول على المياه النظيفة ضروري لغسل اليداي لبانتزام. وللنمو الاقتصادي. انشاء بنية تحتية للرعاية الصحية وتخطية المدن. والصناعة والابتكار والبنية التحتية لضبان الوصول لانترنتج جميع المجتمعات بحيث يكون ابلاغ للجميع وزنة ممكن ساعة التخفيف من حدة الاثار السلبية. المدن والمجتمعات المستدامة حسمة لحد من تعرض الفرسات لأولئك اللازين عمل المناخ تتعلق السراتيجية تحسين جودة الهواء بالحاجة لمعالجة الظروف الصحية الموجودة مسبقا مثل الامراض غير المعضية ولا تمت حدها كعامل رئيسي في حالات كوفيد الاكثر خطورة. ودي اهم من النقاط الموجودة في خطة هشرين ثلاثين. طيب التوصيات. اللي احنا نبدأ بفكرة واقعية عن المكان اللي احنا عايزين نوصله. في عدد كبير جدا من تعرفات المدن الزاكية مفيش تنزه ببعض. فلازم يكون فيه وضوح للاهداف العمرانية او الاجتماعية او الاقتصادية او اهدافك الاخرى بتفصيل. مش لازم او ممكن نخليها واي? اهدافك الاقتصادية والاقتصادية وايكون فيه ميزانية وخطة للمشروع. ولازم تاني حاجة يكون فيه بنية تحتية شبكة خاصة بينا بالطريقة الصحيحة. يكون فيه بنية تحتية اه ويكون فيه انترنت وسينجس مرتبط بيها قابل للتطوير والتحكم وامن حسب التصميم. ادعف اعتبارك انك تبني الاساس لجميع تطبيقات الاتصال بين الحكومات ومن مواطن الى مواطن ومن حكومة الى شركة. مواطن الى الدولة ومن ايلة الى شخصة ومن ايلة الى اخرى. يجب تبني البيانات المفتوحة عن المرارسات الحكومية المفتوحة. يمكن البيانات والمعلومات من الحكومة والمصادر الاخرى ان تساعد في حل القضايا المدنية وخلق افاق اقتصادية جديدة. يجب تحديد الحكوم والامتزيات التي تأتي مع البيانات التي جمعتها. ضع ادارة البيانات كطريقة لزيادة كيمة البيانات لكل من المنتجين والمسادمين. يجب ان يكون المواطنون هما المبدعون والمواصنين المعمريون والحكام للتقنيات المستعدمة في المدن. هناك امثلة من العالم على ذلك مثل مشاريع دي اي كود ودي اي سي اي دي اي اي ام في مدن كباشرونة وامستردام وهلسينكي حيث يلعب المواطنون دورا كبيرا في تصميم مواضرة البيانات والبيانات التحتها في المدن. وقامت دي اي سي او دي اي اي على وجه التحديد بتجريب نمازج حكمة مثل الصناديق الاستمارية البانت. يجب دمج المطالبات الزكية في تطوير البنية التحتية للموالقة من القطاع العام في قطاعات مثل النقل والرعاية الصحية والامن والاضاءة والبيئة والطاقة والبناء والصلاة. ركز على العام منصب لك كمسؤول بحكومي. تأكد من معنات البنية التحتية يجب ان تكون لديك موالقة او للنقل الزكي والطاقة الزكية وبرامج المنزل الزكي على سبيل المساعدة. يجب ان تتوفر الاستراتيجية الشامية للتنقل الحضري تشمل التائرات والحافلات والكتارات. يجب تحفيز البناء النظم البيئية وتعزيز الثقافة التعوانية. يجب ان ننظر للصورة الاكبر لكن ابدأ صغيرا. تحديد المعالم والمقييس المناسبة للتابعة تقدم مكاسر اداءكم بانشاء ازهار المتعدد المعايير يجمع بين الكميات الكمية والنوعية ومصمم خصيصا الهدف المحددة للمدينتك. تواصل مع الاخرين. تواصل مع السكان باستخدام بوابات المجتمع ومنصات التواصل الاجتماعي واطلعهم على التقدم البحرس من خلال جالسات الاتصال وسائل التواصل الاجتماعي. اخيرا يبدو ان المدينة الزكية هي مدينة تستخدم تكنولوجيا للشراك الواطنين بكافية وتلبية احتياجات تيم في حجبة ما بعد حاجب النقط الاولوية للتدابير الرامية الى معالجة المساوية والفجوات الرقمية اللي تترك العديد من الفقراء والموضان الفقيرة ووراءهم. يجب حماية خصوصية البيانات وشفايتها. تزم حمادين اكثر زكية عندما يستخدم المواطنون والمجتمعات التكنولوجيا المشاركة في انشاء بيها يتم فيها حماية حكومة الرقمية ويجعل موضانهم اكثر السلامة. واخيرا لقد علامتنا الازمة ان المواطن يمكن انتفكر وتشهر بصورة جماعية. وفي هذه الايام الطويلة التي نلتزم فيها بيبدونا ادركنا ربما الاول مرة ان المواطنة تنتوي على التزامات وحقوق واليوم في خدم مساة تاريخية فانها ملتزام على الاطلاق وعادة التفكير في مستقبل. شكرا لكم عمر سليم. اشتركوا في القناة